هاي انا ففة من كناة ده اللعف مطبخي كل سنة وانت يا بني حبيبي والناس بتمول للنبي ويا رب يا رب ايامك كلها تبقى عياد بازن الله وتكون ايام حلوة كده وإلى الله اقرب نهاردة يا حبيبي الفيديو هيكون مختلف حبتين انا كنت معزومة عند مامتي حبيبتي عزمتنا على اكلة جميلة قوي عزمتنا على فتة وفقدة بالخضار وملخية الملخية دي اللي انا خزنتها معاكو هورهالكو برضو لسه خاضرة زي ما هي ولا لا بطريقة صحلة وبسيطة ان شاء الله الاكل هيجبكو جدا جدا بطريقتي وطريقة مامتي حبيبتي شايفين الفردة مستوية جدا وعلى فكرة انا ما سرقتهاش ولا حطت لها زبادي واللحم بتاعها ناعم جدا جوسي كده جميل من الاخر والاكل كانت رحته قلب الدنيا يلا بينا نسامي بسم الله واقول لكو على طريقة الفخدة دي معمولة ازاي والفتة طبعا ما كنت عاملها معاكو قبل كده يلا بينا نبتدي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبي عاملين يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل صلى الله وسلم الفخدة دي يا حبيبي فخدة ضاني تمام اعملها لكو اه فخدة بالخضار اه في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ومش هتعابي فيها ومش هتاخد وقت يعني مش هتزا اخيلوا ومعاهم حبة ملوخية طبعا ملوخية كده من اللي انا خزنتها تعجبكو جدا جدا طبعا في الاول الفخدة دي كانت في الفريزر سبناها اللي غاية ما فكت خالص تمام وبعد كده بعملها بالسكينة بعمل لها فتحت كده بالسكينة زي ما انتم شايفين يا حبيبي علشان ايه الخلطة اللي انا اغلفها بيها اه اللحم اللي جوه يشرب منها تمام لازم تعملولها فتحت كتير جدا علشان اه الخلطة دي تبقى ايه تشرب منها تمام الخلطة دي بتبقى سهلة جدا عبارة عن اه عارفين خلطة اللي انا عملتها معاكو قبل كده ساعة السمك اللي هي فلفل وطوم وكده اخدت منها ثلاث معالي ومعلقتين صلصة على اه معلقة كبيرة اه تواب اللحمة ومعلقة صغير فلفل اسود ومعلقتين ملح بس كده تمام قلبتهم دمقتهم كلهم مع بعض وزي ما انتم شايفين لازم طبعا الطريقة دي اعملها بقدية علشان احاول في الفتحات اللي انا عملتها في اللحمة اه ادخل فيها ايه الخلطة علشان تشرب منها كويس جدا جدا لازم اغلي في الخلطة اه باللحمة كويس جدا 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 تمام اه من من الجنبين زي ما انتم شايفين كده من الجنبين وعلشان هي لحمة ضاني والاااا والخروف اللي كان مطبوح يعني كان سنه صغير فعمش هتاخد وقت يعني بكتير ساعة ساعة وربع بكتير قوي وهتبقى ايه بالدوب في البق دوب دعمها طحفة جدا جدا وهتحجبكوا قوي قوي جربوها على طريقتي وان شاء الله هتكون احلى طريقة في الدنيا تنسوش يا حبيب تعملولي لايك واشتراك تفعيل الجرس عالك كله عشان يوصل لكم كل جديد بازن الله انا اتضلع في مطبخي مع اختكم ففة منكم وليكم وان شاء الله لكي هيكون احلى واحلى انا خلاص يا حبيبية تبلتها وده الملوخية اللي انا خزنتها معاكم هسيبها لغاية اما تفك خالص خالص معها بقى الفخدة دي حبة خضار كده اي نوع خضار عندك بطاطس جزر اي نوع خضار وبصل متقطع مقعبات كله متقطع مقعبات وطماطم وكان فاستون كده صحيح تمام ودي فاصولية خضرة احط معلقة معلقة او معلقتين ملح على حسب الكمية اللي انتو هتعملوها تمام وهفضل ايه ادمجهم كلهم مع بعض عشان كلهم يبقوا ايه الملح مزبوط فيها وهحط حبة زيت تمام وحبة فلفل اسود لو انتو محتاجين لكن انا التواب اللي انا ورتها لكم دي الخلطة اللي انا عملتها لللحمة فيها فلفل اسود حلوة بكفاية من الخلطة اللي انا كنت عاملها معاكم ساعة السمك وفي نفس الوقت حطيت برضو معلقة صغيرة فلفل اسود فالدنيا ايه متزبطة كده معايا ان شاء الله في الاكلة وهنضيف عليهم بقى الفخدة زي ما انتو شايفين يا حبيبي هلفها بالورق الفويل كويس جدا يعني هعمل قطعتين ورق فويل مش عايزة اي هفوة تبقى بينة من الفخدة علشان البخار هو اللي هيسويها وهيسويها بسرعة جدا تمام لازم تقفلوا كل فتحة صغنونة كده فلسونية بينة ايه مبينة ايه الاكلة منها تمام هسيبها في الفرن على درجة حرارة عالية على درجة 200 وقادي الملوخية حبيبي ابتدت تفك شايفين الخضار بتاعها تحفة 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 هتعجبكم جدا ونتجتها مبهرة جدا 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 يلا بنا نحط بقى الفخدة دي في الفرن ونشوف بقى هنعمل ملوخية ازاي طريقتها طريقة العادية اللي احنا متعودينها شايفين فكت خالص اول حاجة نفرم التوم وهنضيفه مع معلقة كسبرة نشفة وحبت زبدة حلوين كده ونفضل نقلبهم بقى ندمجهم مع بعض لغاية ما ايه لغاية امالتوم يحمر يبقى اصفر زي ما انتوا شايفين كده بعد كده نضيف الشربة ونضيف الملوخية بس خلوا بالكو الشربة تبقى قليلة جدا علشان الملوخية واحنا بنخزنها كانت كمية الشربة بتاعتها الى حد ما كويسة يعني مزبوطة تمام ادي حبيبي الفغدة مع الخضار في الفرن طحفة فنية قعدت حوالي ساعة لربع وبعد كده رحتي شايلة منها الفويل سبتها بقى مع نفسها ما تفتحوش الشواية ما تفتحوش الشواية لانها تاخد حوالي نص ساعة كمان تمام في الفرن ادي حبيبي الملوخية طحفة فنية لونها اخضر زي ما هي من اول ما عملتها لغاية ما اكلنيها وادي رز الفتة ما عملتش معاكم الفتة لاني عملتها قبل كده هسيب طريقتها في صندوق الوصف باذن الله هي وطريقة تخزين الملوخية وطريقة النيفة برضو اللي انا كنت عاملها شبه برضو بفاخدة ضاني اه دلوقتي بغرف الفتة وهضيف على الرز السلسة عند ماما بقى ايه في ناس بتحب التوم وناس مش بتحب التوم فهيه التوم يعني هنخليه في طبق لوحده تمام وادي اللحمة استوت وبقت عاملة زي الزبدة بجد 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 الاكل كان طهفة طهفة فنية اللحمة هنا مسلوقة انا ما حمرتهاش زي اللي عملتها في العيد لان برضو عند ماما في يعني افراد ربنا يخلي ويحمي يا رب ما بيحبهاش محمرة تمام الاكل كان جميل جدا جدا والله والله كان ناقسكو كلكم انا عايزاكو تجربوا الاكل بطريقتي وتقولوا لي رأيكو في الكومنتات او اي وسيل التواصل انا ضيفها لكو ان شاء الله يعني بجد هتبقى النتيجة مبهرة معاكو انا بضيف دلوقتي الخضار في الطبق اللي انا عملته مع الفخدة يا نهار ابيض يا نهار ابيض على جماله وعلى طعمه حلوته حلوة 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 قوي شايفين الفخدة عاملة ازاي يعني حاجة كده من الاخر شغل مطاعم تسوش يا حبايبي تعالوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس عالكل عشان يوصل لكم كل جديد بازن الله بازن الله على فكرة حبايبي مو أبعط لكم سلامها لكل فرد في القناة وكل فرد لسه جديد لسه هيشترك في القناة ادي الفتة وادي الفغدة بالخضار والملوخية زي ما انتوا شايفين الاكل اقسم بالله كان طحفة فنية وقال برحة العمارة يعني مش قادرة اقول لكم العمارة كلها كانت الاكل بتاعنا اختكم ففة منكم وليكم واي سؤال او اي استفسار تحت امركم ان شاء الله بازن الله حبايبي اللي جاي هيكون احلى واحلى انتوا زروني حبايبي في فيديو جديد مع وصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة